السلام عليكم ومرحبا بيكم إن شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة توحشتكم وشراكم إن شاء الله تكونوا بيان تكونوا لبث تكونوا مهنين تكونوا كامل ان شاء الله يا ربي على بالي غبت عليكم متلومونيش والله العظيم كنت حبة ندي هكا فترة صغيرة نريح فيها نربوزي فيها ببيان بش نعود نولي لكم ان فرص ما الله غالب طالت المدة والله غير أشكفة دايما نقول اليوم غدوة اليوم غدوة وخلاص التفنيين أتعطلت مع الخدمة والدار على بالكم والله يشوفوك عندي مقاطع صورتهم وكنت حبوا مبرتاجيهم معاكم صافي كتر مشهر والله غالب دايما اليوم غدوة اليوم غدوة كيما هاد الأجواء مثلا لي صورت لكم دوكا هادو تعياناير تدخيلوا معايا من دوز جنفير كنت صورتهم هادو في النهار تعياناير بالطبط شفتهم هاكا في فقال جي كنا في فقال جي شفت هاد الأجواء قوتوا لغير نصور لكم هاكا تزدو شيء أفكار وتشوفو هاكا الأجواء تاع يناير ما يقول لكم أشكفا نتعطل شكفا دي حاجة تعطلني كنت شو يام بلا قريب حلقي ومبعدة شوية فنين على بلكم اليوتيوب بزاف يتعب يعني فيه التعب كبير وفيه وقت وقت يعني يدي لكم جهد ويدي لكم وقت ثاني كبير بزاف وانا كوم نخدم دايما كي روبوزيت ديت هذيك الفترة كريحت شوية واحد اللي ديجو ومبعد قلت نهود نرجع لقيت روحي هذك الوقت اللي نضيعو في المونتاج وفي زي ما بش نحط لها فيديو بش نصور وندير منتاج كنت حبة يعني ندير فيه حاجة بزاف وحد اخرين ودرتهم الحمد لله يعني قدرت نديرهم ودو كان شاء الله عني وليت معاكم يعني دايما ديروا في بلكم باللي الغياب دايما كي نغيب يكونوا عندي هكا يعني ما نكون عيانة يعني ما يكونوا عندي الثوروف يعني ما ما نغيبش غير هكا برك ما كي واحد كي يكون هكا في اليوتيوب على بلي اللي راهم في اليوتيوب يفهموني مليح يعني كي تديوا فترة قصيرة راحا تحسوا تحسوا بلي هذك الوقت اللي راح لكم في التصوير وفي المونتاج وفي المونتاج ويشتو جدي لفيديو وتحطيها تلقي راح كذاك الوقت يعني مفغي من ديري فيه حاجة بزاف يعني في نهارك يعني اليوتيوب ما هيش حاجة سهلة من هاد الوكوتي وثاني ماهوش حاجة سهلة من الكوتي تعلو الف كي نغيبوكم ونغيبو نقرأوها كدالي كومنتاج تواعكم مشي غنتو ما تتوالفونا وتتوالفو لغوتين تواعنا ولي فيديو ويعني الطاقة اللي نعطو لكم حتى حنا نغيبوكم ونغيبوها كلي كومنتاج نقرأوهم وندو منهم بزاف يعني حاجة واخيرا هنا يا حن نبرتجي معكم تحذيرات رمضان واخيرا على بالي تحبوا بزاف هذ نوع تالفيديوهات تحذيرات وكلش نمسي اليوتيوبرها معمر يعني وينما تروحوا تلقوا تحذيرات رمضان تحذيرات رمضان من كل واحدة اكيد عندها اللمسة تحاكل وحدة عندها الطريقة تحالي تحذر بها وكل واحدة اكيد رسالة ليتنقلكم من خلال القناة تحا انا دايما في القناة تتاعي نحب اول حادة نبرتجيها معكم على بكو بلوس المرأة العاملة كيفاش توفق بين دارها وبين خدمتها وثاني حادة نحب ننقلكم ونوصل لكم البساطة والمرأة اللي تكون هكا كارية ولا تكون في اللجمات فونكسيون هكا وكيفاش يعني تعيش في هذك الدار بكل بساطة يعني ممسي تكون الدار ماهيش مليحة ولا ما تحاول تحاول الجهد يعني دير كامل جهد تحا انها تنظفها وتنظمها وكيفاش يعني تمد هذك الطاقة الايجابية ممسي اي عيشة حيات بلك ماهيش حبتها بزف وما يعني ماهيش عاجبتها بزف مايتحاول قدر الامكان انها تنقلكم طاقة ايجابية شوفوا القارس شوفوا هنا القارس مشيدوا عندي هنا واحد الامواء هكا كملي شريط وهكاك شريط كونتيتي على بلكم القارس كان دير حالة صخت واحد لاب برياض هكا وحدي كان شغولا لاب بخيتا عوها بطبيل بزف شريط هذا وصدق لي بزف هايل اه صفر ما شاء الله وانقي ما بذلتش معها جهد كبير درتلو شوفوا درتو ركتو بيه في الماء درتلو شوية بيكاربونات وشوية خل خليتو غير واحد الامواء وحكيتو هكا خرج كما كم تشوفوا يبرق مسحتو ملاح نشوفتو كامل من الماء وهنا رانينا نحفل في الوزست ديمن كيجو تنحو الوزست كيين بزف بزف يغلطو ينحو معاها ذاك البيض هيا لا لا نغمال متنحو غير الاصفر يعني جيست القشرة هذيك الرقيقة الفقانيات عسيد خون لي تنحوها هكا اذا درتو به جو محش يجي كوم مر وما ماذا درتو به الحلويات رايح يعطي لكم نكهة هيلة يعني النكهة المليحة كامل راي جيست فاديك القشرة الصفره الرقيقة اللي لازم تنحوها غير هي كامل شوفو تقريبا نص الكبير تا حاد الكميه نحيت له لوزست رايحا ندير اول حاد هون كيما كل عام في رمضان ندير مركز الليمون لي منستغناش عليه كامل في رمضان يعني مش يغير في رمضانه كي يكون هكا الموسم تاع الليمون ديمن نخدم كميه كبيرة ونحتعف الكانجيلاتة ديجا هذيك اللي زاموها وشتو الرمضان كان ديجارة نبدينا ان نشربو منو فغمو يجي من عيش يجي بزاف هايل في رمضان يكون بيانسور مازال قاعد لي ندير منو واذا خلاص لي يكون كايين سيتخون نقدروا نزيدو نخدمو برك لو بخي تعو وقوت لكم هاد اليامات راح في متناول الجامع كي كملت نحية كامل زيست بديت هنا يا ناصر وش نحتاجو في في المركز تاع الليمون تاعنا نحتاجو زيست اللي هو غير القشرة الصفراء كما قلت لكم نحتاجو السكر و الجو تاع القارس هاد وش نحتاجو جو حاولو مديروش فهم يعني ميكونش فيه العظم ميطاحش فيه العظم حاجة مهمة ثاني بوسك هادو هما الامر اللي خلو الشربات تاعكم ولجو تاعكم يجي كمر شوفو في كل واحد لتر انا هنا راني ننقيس هادي العصارة تاعي ديرو واحد كيلو غرام تاع السكر و لو زيست تاع القارس كامل ميهمش لو زيست قدمي يكون قدمي يطلق لكم هاديك النكها اللي هيلا و هادوك الزيوت لتاع العطرية تاع تاع القارس اللي جي في الفلو زيست بزفت ميجلكم جوش باب الشربات تاعكم و هلا حطيتها خلطو مني حطيتو نخليه 24 او 8 سوية يعني على حسب الوقت اللي عندكم وبالنسبة لهذا اللي عصرتو انا صراحة نعمه احتفظت غير بحبات هكا انسي جامي نحتاجهم نستعملهم بكو بكو بلوس هكا كين طيب سردين و لاحوت نحطو يغلي مع شيا قرفة و لافاني ادارتو اللي الله يبارك تعبق فهذا وش نستعملو يعني ما نستعملوش استعمالات اخرى على ذاك يعني لنصو ارميتو احتفظت غير بشوية تاع هادك الالقشور و كين حباتت على القارس قطعتهم كيما كومتو فو هكا دي غندال و رايحان نجمدهم دياركتو موف اكياس تجميد بالنسبة لهذا اللي نقطعو دي غندال بالك نقدر نرميه في الجو نقدر اذا درت باركزامبل حوت ولا نديرو من الفوق كين يحبو يديرو البولي او سيتخون يعني اي حاجة تخدموها او سيتخون تقدروا تحطو هاد القارس من الفوق سختو الاطباق اللي تدخل للفوق وبالنسبة للحبات اللي بقاولي خيارة الحبات اللي هكا الشابين مسحتهم بينسور ملح ملاحة لازم هاد العمليات تمسحوهم ملح متخلو حتى اكترا و درتهم هكا في الاليمنيوم بركي هنا غلط نرمال ما في الاليمنيوم واقيلة نرمال ما هادك اللي يلمع نديرو هما هو اللي يديرو فيه الحبات هالقارس انا عكست بسك اول مرة نحتفظ بالليمون بهالطريقة مشي مولفا نديرو في الاليمنيوم كنت شفتي ما درتو هكا قلت نديرو هادي هي التحضيرات الاولية تعز عرمضان هاد المرة نرمشو يا روتار مي ماليش نكونو شيا روتار خرب لي ما نكونوش كامل حاضرين شوفوا هادو مالي حضرتهم محن نديرو ديركتومو في الاليمنيوم بركي هاد الاليمون المركز ماتلو مونيش الهدرارة يتلف لي تلمو عندي بزاف ما درتش لابع اوف هادي وعلا بلكم كيجو تهدروا في اليوتيوب كيديرو مونتاج والله كي تكونو عندكم بزاف ما ما درتوش تتلف ماتلو ماليش اه قلت لكم هاد المركز على الليمون وش نديرو نزيد نميكسيه شوية هاكا بش هادك زاز يزيد يطلق بيان بيان ومبعد نصفه هادك زاز ما نرمشي جي مع السلو وش نقول لكم يجي هايل نديرو بيه ليكيك نديرو بها حلوة الطابع ولا اي حاجة موسكوتو اي حاجة نحب نكهها بذوق تعل ليمون انا نموت على القارس كما على بلكم هاد المركز لكم انا هادك يوبا هادك الززاز أدو في عينيكم للعيد شوفوا بزافة 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 نشوفوا بزافة في الان ه انا ندير لها بين سلو الغارس ونقول بكم بعد ما ميكسيتو شوية صفيتو ببين هذاك زاز حاطيتو في جينجا هاها صغيرة نديروه في الكونجيلاتور كين يحتاجون نلقاه لو needed شوفوك مشيجي ما عصر يبرق الله الله وهذاك المركز ها هو جد الله تعديك هايل هالو هايل نديرو في فديقو بلي هاكا ونجمدو ومبعدا كي تجبدو شوفو انتو مولوغو تعكم كاي اللي حب شربت شوية قرصة كاي اللي مايحبهاش قرصة بزاف يعني تزيدو الماء على حسب الذوق تعكم انا هاد الجوي ولا هاد المركز في رمضان نستعمل وماما نرحي معه البانان ولا ليفخاز اي فاكهة عندي من ان ذاك البابايا كتكون عندي كي نجيب ملدارنا يعني اي فاكهة عندي طرية نزيد نرحيها معاه على بلكم تمدو واحد لوقو بزاف بزاف عائل والفيديو الجاي انشاء الله انشاء الله ما نطولش عليكم هاد اليامات انا نصور انا نصور صوفيتي هاد اليامات شوفوا الفيديو الجاي انشاء الله اني ورلكم نوع اخر من العصير في هالقارس وفيه تشينو هكا بشتفرو في هاد اليامات ودايما جمدوهم ها جمدوهم وتخدموا بهم واحد جو تقدروا ديرهم واحدهم تقدروا زيدوهم بانان زيدوهم اي حاجة اي فواكه اي ولي اي كوكتيل على حسب الذوق تعكم انشاء الله بركة التحضيرات تكون عجبتكم متنسونيش انتو ما بركش تجعوني كي نشوف انا اللي لايك بزاف وارك انتو شجع Dean decree ملك الفيديوهات شوفوا النهر ب Нهر نحط نهر لا لا نوعدكم برك انتو ما تشجعوني بلي لايك ديرولي لايك بساف شواجخو mä hardub ταعج PH3 اخلو لي ادبلي او استquestكو كما ضحشتكم оки associated with يجب ان تغطى قبل ان تضعوا في كونجلاتر ثم يجمدوا بيان احضروا معك في كونجلاتر و نكونجل هذه هي التحذيرات التي اشتركت معكم اليوم اشتركوا الفيديو ان شاء الله بربي سوف اشتركوا معكم جوي واحد اخر و اشتركوا معكم الكيكا بالقارس و اشتركوا اشتركوا في القارس اشتركوا لي ان اشتركوا الان ان تفضل خاصة اشتركوا الان اشتركوا لايك و بقوة وبعد تحذيرات واحد اخرى في شهر رمضان هلا في روحكم نحبكم بزاف وصنوني في فيديو مقبل ونقول لكم لي ما هيش مشتركة اشتركي معي بشتو في الروتينات سختو مع رمضان ان شاء الله مع الخدمة والدار ونقول لكم نحبكم ونموت عليكم وإلى فيديو مقبل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته